السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وأعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي الكريم أهلا بكم وعزائي الطلاب والطالبات في درسنا اليوم الدرس الأخير الحلقة الأخيرة من الوحدة الأولى وحدة المتجهات و تعلمنا فيه الدرس السابق عملية الضرب الاتجاهي لمتجهين اليوم سنأخذ بعض التطبيقات الهندسية على عملية الضرب الاتجاهي فأنتمنى لكم متابعة ممتعة طبعاً تعلمنا في هذا الدرس أيها الأخوة الكرام يعني مجموعة من الموضوعات تكلمنا عن الضرب الداخلي للمتجهات في الفضاء ثم وجدنا الزاوية بين متجهين قلنا من خلال العلاقة التي تقول النثيثة تساوي cosine inverse u.v أو حاصل الضرب الداخلي للمتجهين u و v على طول u في طول v بهذه الصورة ثم تكلمنا عن عملية الضرب الاتجاهي وهي u cross v في درس الأمس وقلنا أن ننشأ محددة من المقاس ثلاثة في ثلاثة ونضع هنا i و j و k ثم نضع عناصر اليو وهي u1 و u2 و u3 ثم نضع عناصر ال v وهي v1 و v2 و v3 اليوم إن شاء الله نتكلم عن تطبيقين هندسيين وهي مساحة وتوازي الأضلاع وحجم وتوازي السطوح طبعاً سنطبق فيها وهو عملية الضرب الاتجاهي فبالتالي ستعتبر درسنا اليوم بمثابة مراجعة على درس الأمس ونحن نأخذ إضافات بسيطة على الشيء الذي تعلمناه في درس الأمس طبعاً نحن تكلمنا عن عملية الضرب الداخلي وقلنا أن في عملية الضرب الداخلي يكون متجهين متعامدين إذا وفقط إذا كان حاصل الضرب الداخلي يساوي صفر وبعد ذلك تعرفنا على عملية الضرب الاتجاهي الآن ننتقل إلى مساحة متوازي الأضلاع كيف أوجد مساحة متوازي أضلاع فيه متجهين U و V ضلعين متجاورين يعني لو كان عندك هذا الضلع U و هذا الضلع V وأردت أني أكملت الآن متوازي الأضلاع من خلال ضلعين آخرين وأريد حساب هذه المساحة فبالتالي بإمكاني أستخدم الضرب الاتجاهي لحساب هذه المساحة فنقول أن مساحة متوازي الأضلاع تلطى بالعلاقة طول U cross V طول U cross V فأنا لدي خطوتين الآن لإيجاد هذه المساحة أول شيء اللي هو نوجد اللي هو U cross V اللي هو عملية الضرب الاتجاهي وبعد ما أوجد طبعاً عملية الضرب الاتجاهي مثل ما نعرف ناتجها عبارة عن متجه سوف نحسب اللي هو طول المتجه الناتج طول المتجه الناتج اللي هو طول U cross V نحسب طول المتجه الناتج طبعاً طول المتجه الناتج هذا يساوي مساحة متوازي الأضلاع هو نفسها مساحة متوازي الأضلاع يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم نشوف عندنا في المثال رقم أربعة قال لك يوجد مساحة متوازي أضلاع في الفضاء فيه المتجه U والمتجه في ضلعين متجاورين طبعاً اللي ما يحب الصيغة هذه بإمكاني يكتب الصيغة المتجهين بالصورة الإحداثية ممكن أقول هنا ثنين وأربعة وسالب ثلاثة وممكن أقول أن V هي عبارة عن واحد وسالب خمسة وثلاثة اللي يحب يعني أو تحب تتركها كما هي ما في مشكلة طبعاً إحنا قلنا لدي خطوتين الخطوة الأولى سوف نقول الآن الخطوة الأولى اللي هي نوجد نوجد اللي هو U x V طبعاً بجي أقول والله عندي U x V تساوي وأفتح المحددة مثل ما نعرفيه اللي هي I, J, K نضع عناصر U اللي هي اثنين وأربعة وسالب ثلاثة وعناصر V اللي هي عبارة عن إيش عبارة عن واحد وسالب خمسة وثلاثة قلنا قبل ما نبدأ نشتغل لازم أضع القالب للحل فبالتالي راح أقول موجب I وافتح قوس وداخلها سالب سالب J وافتح قوس وبداخلها سالب موجب K وافتح قوس وبداخلها سالب يلا نبدأ بالI طبعاً قلنا عشان نوجد الآي لازم نحذف صف الآي ونحذف عمودها ويبقى لك أربعة عناصر نأخذ عناصر القطر الفرعي ناقص القطر الرئيسي فأقول أربعة ضرب ثلاثة اثم عشر وسالب ثلاثة في سالب خمسة تصير خمسة عشر فيصير عندك اثم عشر وخمسة عشر بهذه الصورة فبالتالي يصير عندك اثم عشر وخمسة عشر نأتي للJ كذلك أحذف صفها وبأحذف عمودها بنفس الطريقة وبالتالي أقول اثنين ضرب ثلاثة ستة وسالب ثلاثة في واحد سالب ثلاثة في سر ستة وسالب ثلاثة دعونا نكتبها 6 وسالب 3 أما نفس الشيء بالنسبة للكي لو شطبت صفها وعمودها بيبقى لك 2 في سالب 5 سالب 10 وموجب 4 سالب 10 وموجب 4 فالتالي نقول سالب 10 وموجب 4 بهذه الصورة الآن سأقوم بعملية التجميع عندك 12 ناقص 15 بيصير سالب 3 في i صارت سالب 3 i إذن راح نقول أن يوكرس V تساوي سالب 3 i 6 ناقص ناقص 3 9 في سالب G صارت سالب 9 وسالب 10 وسالب 4 ستصير سالب 14 إذن هذا هو المتجه الناتج الذي هو سالب 3 وسالب 9 وسالب 14 طبعا مثل ما نعرف في الدرس السابق إذا حبينا أن نتأكد أن إجابتنا صحيحة سأمسك المتجه الناتج وأضرب ضربا داخليا في أي من المتجهين ولازم الناتج يصير صفر لأننا قلنا أن ناتج الضرب الاتجاهي دائما هو متجه ثالث يعامد كلا المتجهين يعامد كلا المتجهين لكن نحن لا نطول في هذه الإجراءات وهذه الخطوة مباشرة ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية التي لدينا في إيجاد المساحة وتوازي الأضراع التي هي نوجد طول المتجه التي هي U كروس V فبالتالي أنا رح أحسب طول اللي هو المتجه الناتج اللي هو سالب ثلاثة وسالب تسعة وسالب أربع عشر وبالتالي حيساوي هذا إيش؟ حيساوي جذر سالب ثلاثة تربيع زائدا سالب تسعة تربيع زائدا سالب أربع عشر تربيع بهذه الصورة الآن سالب ثلاثة تربيع ستصير موجب تسعة زائدا سالب تسعة تربيع ستصير واحد وثمانين واربع عشر تربيع ستصير مية وستة وتسعين طبعا تسعين تسعة وواحد وثمانين ستصير تسعين تسعين مع مية وستة وتسعين ستصير جذر ميتين وستة وثمانين طبعا جذر ميتين وستة وثمانين تقريبا هو عدد قريب من السبعتاش أقل من سبعتاش لأن السبعتاش هي جذر ميتين وستة وثمانين لكن دعونا نجرب بالآلة 80 نشوف كما يطلع معنا يطلع معنا 16.91 تقريبا 16.91 فبالتالي راح نقول هنا أن الناتج 16.91 وحدة إيش؟ وحدة مربعة وحدة مربعة لأنني قاعد أتكلم عن إيش هنا حنا قاعد نتكلم عن مساحة فلما نتكلم عن مساحة فبالتالي الوحدة ستكون وحدة مربعة لما تكلم عن أطوال تكون وحدة طول ماذا أقصد بكلمة وحدة مربعة أي أن المتجه لو كان بالسنتيمتر أفوا لو كان بالسنتيمتر سيكون المساحة هنا بالسنتيمتر المربعة إذا كانت المتجهات هذه لما نقولك 2 و 4 أو 3 بالمتر مثلا فبالتالي ستكون هنا بالوحدة المربعة بهذه الصورة إذا بالمتر المربعة فبالتالي نقول إذا كانت هذه وحدة طول فهذه ستكون وحدة مربعة بهذا الشكل إذن هذه هي طريقة حساب اللي هو مساحة متوازل الأضلاع فيه يو و في ضلع متجاورين أقوم بإيجاد ناتج عملية الضرب الاتجاهي ثم أقوم بإيجاد اللي هو طول هذا المتجه الناتج وبالتالي كذا أكون أوجدتنا مساحة متوازل الأضلاع دعونا نتحقق من فهمنا بنفس الطريقة و بنفس الأسلوب يلا راح نقول لدي خطوتين الخطوة الأولى اللي هي نوجد نوجد اللي هو يو كرس في فبالتالي نقول يو كرس في خلنا نكتبها يو كرس في فبالتالي نقول يو كرس في تساوي نفتح الحين لمحددتنا اللي هي ثلاثة في ثلاثة IJK عناصر اليو هي سالب 6 بالنسبة سالب 6I إذا نأخذ السالب 6 سالب 2J إذا نأخذ السالب 2 و 3K إذا نأخذ الثلاثة أما العناصر الـ فبالتالي 4I والتالي 4 ثلاثة J أخذ الثلاثة و K 1K إذا نأخذ الواحد الآن كذلك سوف أضع القالب أقول موجب I و أفتح قوس سالب J و أفتح قوس موجب K طبعا أنتم ما شاء الله عليكم و خلاصة حين تمرستوا على هذه العملية الآن سوف أقوم بعملية اللي هو تعبئة الأعداد لدي 6 أرقام لازم أعبيها العناصر اللي مع الآي طبعا نحذف صف الآي و نحذف عمودها فبالتالي سيصير عندك سالب 2 و موجب 9 سالب 2 و موجب 9 بهذا الشكل كذلك عندما نأجي على الجاي سأشطب صفها و أشطب عمودها سيصير سالب 6 و موجب 12 سالب 6 و موجب 12 بهذا الشكل أما لما نأجي طبعا واحد يقول لي هنا سالب 12 لا هذا سالب من القانون غير سالب الضرب لازم أفرق أنا ما بين سالب القانون وسالب الضرب كذلك كما أجي على مستوى الكي كذلك راح أشطب صفها و عمودها ستصير سالب 18 وسالب 8 سالب 18 وسالب 8 فأقول هنا سالب 18 وسالب 8 أنا أخوم بعملية التجميع فأقول أن U x V تساوي عندك سالب 2 و سالب 9 صارت سالب 11 و عندك سالب 6 و سالب 12 سالب 18 مع سالب ج ستصير موجة بـ 18 ج و عندك سالب 18 مع موجة بالثمانية ستصير سالب 10 كي ولو حبيتها بالصورة الإحداثية ما يمنع أنك تكتبها سالب 11 و 18 وسالب 10 فهذا طريقة هذه إذن إحنا الآن جبنا المتجه اللي هو الناتج من عملية الضرب الاتجاهي تبقى لدي خطوة أحسب طول اللي هو نحسب أو نوجد طول اللي هو المتجه U x V وبالتالي رح أقول أن طول U x V يساوي الجدر التربيعي اللي نأخذ اللي هو المركبات سالب 11 10 تربيع زائدا 18 تربيع زائدا سالب 10 تربيع طبعا نحن نقول هنا أن السالب 11 تربيع ستكون 121 وال 18 تربيع ستكون 324 وال 10 تربيع ستكون 100 طبعا لما تجي تجمعها هنا سيطرح معك جذر 545 طبعا لو حبيت تحسبها باستخدام الآلة الحاسبة ممكن تقول أبغى أخذ جذر 545 يطلع معك الناتج 23.35 تقريبا 23.35 فهو تقريبا 23.35 وحدة مربعة وما معنا وحدة مربعة يعني لو كانت هذه مثلا في المتر فبالتالي هذه تصير متر تربيع بهذا الشكل لو كانت هذه بالكيلو متر تصير بالكيلو متر تربيع كيلو متر تربيع لو كانت بالقدم تكون قدم تربيع وهكذا يعني على حسب الوحدة الموجودة لدي وبالتالي سوف أضع الوحدة المناسبة لها من خلال الحل دائما إذا انتهيت من حل أي مثال وحاب أنك والله ممكن أنك تصور الشاشة حتى تحتفظ بالإجابة لهذا السؤال الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية اللي هي إيجاد حجم متوازي السطوح طبعا إيجاد حجم متوازي السطوح فيه ثلاثة متجهات كأحرف متجاورة المتجه الأول T والمتجه الثاني U والمتجه الثالث V كيف وجد حجم متوازي السطوح بهذه الطريقة سوف أحسبها من خلال القاعدة التي تقول T.UXV لاحظ العلاقة بين U والV ضرب اتجاهي والعلاقة ما بين T والمتجه الناتج علاقة ضرب داخلي طبعا إحنا نختصر العملية هذه التي هي T في UXV من خلال المحددة التالية أسوي محددة ثلاثة بثلاثة أستبدل الآي والجي والكي بعناصر T أستبدل الآي والجي والكي بعناصر T ثم عناصر U ثم عناصر V طبعا إحنا هنا واحد يقول طيب أيهما أبدأ فيه يعني لو جاب لي ثلاثة متجهات بأسماء مختلفة غير T والU يرجع لك A و B و C أنا أقول لك أبدأ بأي متجه أنتبقى يعني ما يحتاج أنك تشغل نفسك في موضوع الترتيب لأنه لو اختلف الترتيب اختلف الترتيب فبالتالي وش اللي راح يتغير راح يتغير الإشارة فبالتالي الناتج يطلع بالسالب فقط فبالتالي إحنا نعرف أن الحجم إجباري يطلع بالموجب إجباري يكون بإيش؟ يكون بالموجب فبالتالي لو أنت حسبت وطلع الناتج بالموجب فالحمد الله معناها أن ترتيبك صحيح لكن لو أنت حسبت وطلع الناتج بالسالب فمعنات أن ترتيبك خاطئ ما يحتاج تعد المسألة فقط تأخذ القيمة المطلقة اللي هي القيمة الناتجة وبالتالي تقوم بأخذ القيمة الموجبة لهذا الناتج ويكون حجمك بإذن الله صحيح 100 في 100 ولا تشيل هم النقطة هذه دعونا نشوف الآن الفقرة رقم 5 قال لك أوجد حجم متوازئ السطوح طبعاً نحن نحسب T في U x V نحن نأخذ أناصر T أولاً اللي هي أربعة سالب اثنين سالب اثنين بهذه الصورة ثم أناصر U اللي هي اثنين وأربعة وسالب ثلاثة ثم أناصر V اللي هي عبارة عن واحد وسالب خمسة وثلاثة طبعاً نحن نقول هنا موجب I بس ما عندي I الآن بخطة فراغ وافتح قوس سالب J وافتح قوس موجب K وافتح قوس بس ما أكتب I و J و K لأنني سأستبدلهم بإيش سأستبدلهم بعناصر T فأنا هنا سأضع أربعة وهنا سأضع سالب اثنين وهنا سأضع سالب اثنين اللي هي بدأة I و J و K إذن لو لم أضع I و J و K سأضع العناصر التي تقابلها والآن أبدأ أيضاً بوضع القيم من خلال القواعد اللي عندي فبالتالي سأأجي أقول هنا والله عندما أأجي الأربعة أحدف صفها وأحدف عمودها بنفس الطريقة السابقة صارت 12 و 15 فأأأجي أقول هنا 12 و 15 لما نجي للسالب الثنين سيكون الثنين في ثلاثة ستة وسالب ثلاثة في واحد سيكون سالب ثلاثة في هذه الصورة لما نجي للK أيضاً بأحذف صفها وأحذف عمودها الثنين في سالب خمسة سيكون سالب عشرة والأربعة في الواحد سيكون أربعة بهذه الصورة طبعاً ستقوم الآن بالتجميع لجميع الحدود هذه فبالتالي ستقول أن الناتج هنا يساوي 12 ناقص 15 هنا بيعطيك سالب ثلاثة سالب ثلاثة في موجة بأربعة سيكون سالب اثناش عندك ستة ناقص ناقص ثلاثة هذه تسعة تسعة في سالب السالب الثنين تسعة في موجة بثنين سيكون موجة بثمانتاش وعندك سالب أربعة وسالب أشرة سالب أربعة سالب أربعة سالب أربعة سالب أثنين سيكون موجة بثمانية وعشرين نجمع القيم هذه سالب أثناش مع موجة بثمانتاش ستة ستة زائد ثمانية وعشرين سيكون أربعة وثلاثين وحدة مكعبة لماذا قلنا وحدة مكعبة؟ لأننا جالسين ندرس حجم ندرس حجم فإذا كانت الأطوال هذه بالمتر سيكون متر مكعب إذا كانت هذه بالسانتي بكو سنتيمتر مكعب فنقول أن هنا وحدة مكعبة إذن نلاحظ أننا فقط قمنا بإيش قمنا بإستبدال I والJ والK بعناصر T وبالتالي قمنا بتجميع وبالنهاية سيطلع لي عدد يمثل حجم متوازي السطوح دعونا نأخذ الآن أيضاً الفقرة الثانية كذلك هذه بنفس الطريقة فبالتالي سأجي أقول الآن عندك T.U cross V سنضع في البداية عناصر T اللي هي صفر في الآي واثنين في الج وسالب خبسة في الكي لازم بالترتيب إذا ما كان عندي I فمعناته صفر عندك U سيكون سالب ستة سالب اثنين وثلاثة وعندك V التي هي أربعة وثلاثة وواحد بهذه الصورة طبعاً تأتي هنا تقول موجب I أفتح قوس وداخلها سالب سالب J أفتح قوس وبداخلها سالب موجب K أفتح قوس وبداخلها سالب بهذه الصورة ماذا أضع في الأقواس الأولى؟ أضع أناصر T وهي صفر واثنين وسالب خمسة بالترتيب الآن بالنسبة للصفر إذا شطبت صفها وعمودها صفر إذا ضرب في أي شيء فهو صفر فبالتالي ريحنا من هذه الفقرة هو لأن صفر عندما نضربه في أي رقم سيعطيني إيش سيعطيك الصفر الآن أركز على الأثنين لو أنت شطبت صفها وعمودها فبالتالي يبقى لك سالب ستة في واحد سالب ستة و أربعة في ثلاثة ستصير إثناش فإذا سالب ستة و موجه بثلاث previously سيصير سالب ستة و موجه بثلاثة عندما نأتي للكي أيضا بشطب صفها و بشطب عمودها وبالتالي سيصير عندك سالب ثمنتعاش سالب ثمنتعشر وسالب ثلاثة في أربعة سيصير سالب ثمانية في هذه الصورة طبعاً الآن لما تأتي تحسب صفر ضرب أي شيء سيعطيك صفر نأتي الحين عندك سالب ستة و سالب ثلاثة سيصير سالب 18 ضرب سالب 2 سيصير موجب 36 و عندك سالب 18 مع موجب 8 ستصير سالب 10 في سالب 5 ستصير موجب 50 و بالتالي سيصير الجواب 86 وحدة مكعبة 86 وحدة مكعبة بذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون بحمد الله تعالى أنهينا موضوعات هذا الدرس دعونا نأخذ مثالين سريعين من التدريبات واحد على مساحة متوازي الأضلاع واحد على حجم متوازي السطوح يلا أريد أن تشاركوا لي الحل السؤالين رقم 16 وسؤال رقم 20 في الكتاب نرى السؤال 16 قلنا الخطوة الأولى نوجد U x V اللي هي تساوي إيش I, J, K نضع أناصر U اللي هي سالب 9 واحد واثنين وستة وسالب 5 وثلاثة طبعاً بنقول هنا عندي موجب I ونفتح قوس سالب J ونفتح قوس موجب K ونفتح قوس الآن يلا ما هي عناصر I من خلال المحدد اللي موجودة عندي بقول واحد ضرب ثلاثة هيكون ثلاثة وثنين ضرب سالب خمسة هيصير سالب عشرة عفواً هنا بيكون عندي سالب ما عليش يلا نجي نقول واحد ضرب ثلاثة ثلاثة وثلين في سالب خمسة هيصير سالب عشرة بهذه الصورة الآن نجي للطرف لل J سالب تسعة في ثلاثة حتكون سالب سبعة وعشرين وثلين في ستة هيكون أطمع عشر وكي هيكون سالب تسعة في سالب خمسة خمسة واربعين وواحد في ستة ستة بهذا الشكل الآن نجمع الأشياء اللي نشوف في الحدود عندك بالنسبة لل J عندك ثلاثة زائد عشرة هيصير ثلاثة عشرة هيصير ثلاثة عشرة لهذه الصورة وعندك سالب سبعة وعشرين سالب اثنعاش ستصير سالب تسعة وثلاثين سالب تسعة وثلاثين في سالب J هيصير موجب تسعة وثلاثين J بهذا الشكل وعندك خمسة واربعين ناقل ستة كذلك سيصير موجب 39K إذن هذا هو المتجه U x V إن حبيت تكتبه كذلك بصورة الصورة الإحداثية ممكن تقول 13 39 عفواً سيكون 39 هنا سالب 39 وليس موجب 39 لأنه عندنا هنا سالب في الخارج لا موجب سيكون موجب عفواً كلها بالموجب ما عندي مشكلة وعندك هنا كذلك موجب 39 عموماً هنا أيها الأخوة الكرام في حساب اللي هو مساحة متوازل أضلاع الحقيقة أنت أخذت U x V ولا V x U متوازل أضلاع لن يتغير وبالتالي المساحة لن تتغير لأن المناخذ الطول سنهم الإشارة فالسالب يتحول لموجب والموجب يظل موجب فبالتالي سيطرع معاي نفس الناتج ولكن الجميل أنك تتأكد أن إيجابتك جتب بطريقة الصحيحة الآن نبدأ بالخطوة الثانية اللي هي نوجد اللي هو طول U x V فبالتالي أنا رح أحسب طول اللي هو 13 و 39 و 39 طبعاً سنحسبها من خلال قاعدة الجذر فنقول جذر 13 تربيع زائداً 39 تربيع زائداً 39 تربيع طبعاً يعني من الصعب حسابها بشكل يدوي سنستخدم طبعاً الآلة الحاسبة فأقول جذر 13 تربيع زائداً جذر 39 تربيع زائداً جذر 39 تربيع وأضغط مساواة وشوف كم يطلع معي الناتج طلع الناتج معي 56.66 يعني تقريباً ممكن قول 56 و 32 فاصل ستة سبعة إن حبيته كذا وحدة إيش أهم شيء أن نقول إنها وحدة مربعة وحدة مربعة لماذا؟ لأننا نتكلم عن مين نتكلم عن مساحة كذلك خلونا نشوف المثال الأخير عندنا اللي هو فقرة عشرين اللي هو T dot U cross V وبالتالي رح نقول الآن أن الناتج يساوي النظر اللي هو عناصر T اللي هي سالب واحد وسالب تسعة واثنين وممكن نضع هنا عناصر U اللي هي أربعة وسالب سبعة وسالب خمسة وعناصر V اللي هي ثلاثة وسالب اثنين وستة بهذا الشكل الحقيقة ممكن نحن نطبق نظرية كرامر أو طريقة كرامر اللي تعلمناها في رياضيات ثلاثة تذكرون معاي كنا ننقل أول عمودين كثير من طلب والطالبات يحبون الطريقة هذه وأنا والله أحبها زيهم يعني لأنها طريقة سهلة وجميلة وبالتالي نضع ثلاثة أقطار يعني خلنا نجرب أكثر من طريقة ونحن نأخذ ثلاثة أقطار بالموجب نأخذ ثلاثة أقطار بالموجب وثلاثة أقطار ستكون بالسالب ثلاثة أقطار بتكون بالسالب جاية بهذا الشكل طبعاً لنضع الحين لو نتحدث الضرب نقول ليش يسبب Tw dissolve اللي هي الأقطار الموجب minus 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 الأقطار السالبة الأقطار الموجبة عندك سالب واحد في سالب سبعة موجب سبعة في ستة حيصير حيصير 42 هذا القطر الأول القطر الثاني سالب تسعة في سالب خمسة حيصير خمسة و par petits ضرب ثلاثة خمسة و inshare ضرب ثلاثة اللي هي 135 القطر الثالث الموجب عندك 2 في 4 ثمانية 8 في سالب 2 سيصبح سالب 16 هذا الشكل الاقتار السالبة تأخذ الاتجاه العكسي تأخذ الاتجاه العكسي فأنت عندك هنا سالب 9 في 4 سالب 36 سالب 36 في 6 سيكون تقريباً 216 سالب 216 وسالب 1 في سالب 5 في سالب 2 سالب 1 في سالب 5 في سالب 2 سيصبح سالب 10 هذا الشكل وعندك 2 في سالب 7 في 3 ستكون سالب 42 في هذه الصورة الآن سوف نجمع القيم عندك 42 زائد 135 ناقص 16 زائد 216 زائد 10 زائد 42 ممكن باستخدام الآلة الحاسبة نقوم بالحساب الآن لأنها أرقام كثيرة 42 زائد 135 ناقصاً 16 معدرة ناقصاً 16 زائد 216 زائد 10 زائد 42 فيطلع الناتج 429 إذن الحجم هنا سيكون 429 وحدة وحدة مكعبة وحدة مكعبة بهذه الصورة وبذلك نكون بحمد الله تعالى أنهينا يعني آخر مثال عندنا في هذه الوحدة الجميلة وحدة المتجهات بدأنا بأخذنا تقديم على المتجهات وقلنا أن المتجه هو كمية تتكون من مقدار واتجاه تعلمنا محصلات المتجهة تعلمنا كيف نوجد مركبات المتجه ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المتجهات في المستوي الإحداثي عرفنا كيف نوجد الطول كيف نوجد زاوية اتجاه المتجه كيف نوجد الصورة الإحداثية كيف نوجد متجه الوحدة كل هذه الأشياء التي نتعلمها تعرفنا كيف نوجد المحصلة من خلال يعني إذا كان عندي متجهين وبعد ذلك انتقلنا للضرب الداخلي وإيجاد الزاوية بين متجهين ثم انتقلنا إلى المتجهات في الفضاء الثلاثي الأبعاد وعملنا ترقية هذا ما تقول من متجه ذو إحداثيين إلى ثلاثة إحداثيات وقلنا اشترى اثنين وحصل على الثالث نفس الخواص تقريبا لها كاملة ثم ختمنا أو توجنا هذه الوحدة الجميلة بموضوع الضرب الاتجاهي وتطبيقات الهندسية الضرب الاتجاهي بشكل تقليدي أو التطبيقات الهندسية التي هي إيجاد مساحة متوازي الأضراع أو إيجاد حجم متوازي السطوح أتمنى تكون الوحدة موفقة للجميع وسهلة ويصيرة وغدا بإذن الله نبدأ معكم وحدة جديدة بإذنه تعالى وحدة أجمل وأسهل وأقصر حقيقة وهي وحدة الإحداثيات القطبية والأعداد المركبة وكثير من المفاهيم التي تعلمناها في الوحدة الأولى ستنطبق علينا في الوحدة الثانية فبالتالي سنرى تكرار لكثير من المفاهيم التي سنأخذها أتمنى تكونوا استبتعتوا في درس اليوم شكرا لكم لطيف المتابعة ونلتقيكم في الدرس القادم على خير دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته